حق كما كان يحكي سيعاب الباقي سيوسف الاستراتيجية اللي اخترناها نحنا استراتيجية غالطة مع ناشية رؤية تسليلية فيه نحبو نهزو هالمنتخب هيدا منذ سنوات بشوصنا للنقطة هيدا اللي افضت الكأس هو منذ سنوات احنا حاسين بالتراجح هدايا موجود لك تلزينا بش نعملو هيدا وهدايا حاجة ماهيش خايبة لكن كانت غير كافية مش نعود ونرجعوا للمستوى طيب بطبعية الحال خروجنا من الدور الأول يوجع مافيش حتى شك وخاصة تتسويت بعد المقابلة ماكي واحد يراجع روحه ويشوف حتى معنا في المقابلة في المقابلة وكانت تعرفوا أنتم هكفر مني وكانت تجيب دولي تشوفه 21 شنو المستوى اللي قدمناه الديتاي هو اللي عمل لديفرانس الديتاي اللي احنا في حساباتنا اللي كونه في الجروب اللي عنا عنا إذ كيبش نتعدعوا عليها واللي دي تيزاكيب الأخرين اللي هما على مستوى المستوى في الكوب دا أفريق عندهم ماكينا عملنا نين نيل كنتيجة محترمة كنتيجة محترمة وين خفقتها؟ خفقنا مع ناميبيا اللي هو أول ماتش واللي هو راجع الديتاي في التحذيرات لكن المستوى متانا هو بيدو يعني فما خطأ في التحذير للدورة هذي؟ ايه تماما نامي تخلينا عليه واكبر دليل اليوم جلال بعد التصريحات وقال المقابلة الولانية هاي اللي أثرت علينا وكان ذكره قال وهو احنا مش نحضره نحضره للأساز هكا ولا لا واخذينا ريسكي احنا قلنا هنا ان شاء الله خطر تجم تشوف اليوم الادفرسير ما يخوه علينا احنا خذينا عليه فان كاترار راح راح لكن ما تترجمتش فالتيران لكن رأوا مستوى هو بيدو مستوى هو بيدو متغيرش هي المقابلة الأولى نعاود نقول ارجعوا وشوفوا مقابلة متاعنا اللي سبقت حتى كان ذكرني يا فريد انتي يا أرثر مني وحتى حاتم حاتم مشاركتنا اللي سبقت ديما فما مقابلة نربحوها صحيح ولا لا والمقابلية للاخرين كيف كيف ونتحدقوا المقابلة كنا مش نربحوها مربحنا هاش هي الأسباب عليش مربحنا هاش هاني قلت لك يا دي دي تاي التحذير كان غالط متاع الناخب الوطني وكيفة الإتار ما قاموش بالتحذيرات اللازمة نجم والإدارة الجامعة ما اوفرتش الأمكانية اللازمة الجامعة هنقلنا ونيفو اللوجيستيك حذرنا ومعنا حتى شيء لكن كيفاش الفطرة الأخيرة من التورنوى اللي عملناه في كوريا الجنوبية واليابان لكيف ظهرة قاعدة تتراجع نسمية ظهرة يعني شعلت الأمبوبة الحامرة سيوسف وهمر